نسخة متطابقة من حالة الجارة اللبنانية يعيشها السوريون منذ عشر سنوات ولكنها طبعا تزداد سوءا هذا العام مع موجة الشتاء البرد القارس طبعا وإجراءات حكومية مستمرة لاستبعاد فئات من الدعم فالعتمة باتت تسيطر على غالبية المناطق خارج العاصمة دمشق لتصل ساعات تقنين الكهرباء إلى 22 ساعة كما لم تحصل ألاف العائلات على حصتها من المزود بالسعر المدعوم وهو 1700 ليرة للتر الواحد فيما سعره بالسوق السوداء يصل لأربعة ألاف ليرة وهذا ما أعاد غالبية السوريين إلى استخدام مدافع الحطب للتدفئة إن توفر الحطب طبعا ففقراء الحال يستخدمون كل ما هو قابل للاحتراق مثل الورق الألبسة الأحذية القديمة ومخلفات البلاستيك لتدفئة أولادهم ومنذ عام 2019 بدأت حكومة النظام بتوزيع المحروقات المدعومة عبر البطاقة الذكية ثم وسعتها تباعا لتشمل المواد التموينية كالشاي والأرز والسكر والخبز ولكن توزيع البطاقة الذكية ترافق أيضا مع ارتفاع جنوني بأسعار المواد المدعومة فالخبز مثلا زاد سعره بنسبة 100% والسكر بنسبة 25% وزاد أيضا سعر المزوت بنسبة 170% والغاز أيضا بنسبة 300% أما الكهرباء فتم رفع تسعيرتها لتتراوح ما بين 100% و800% ولكنها باتت تنقطع أكثر أي عكس ما روجت له الحكومة في خطة تخليها عن الدعم ورفع الأسعار عن تحسين برامج تقنين الطاقة وذلك بطبيعة الحال أدى لتعطل محطات دخ المياه وشبكات الاتصالات في مناطق عدة لسيام الأرياف لعدم طبعا توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تقدر نسبة الفقر في سوريا بأكثر من 80% يعيش 60% منهم على المساعدات